بسم الله صلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وصفتنا اليوم شوربة من ألزة الشوربات اللي نحنا بنعتمده في رمضان شوربة الخضار مع الشوفان أو كمان من غير شوفان ممكن وكمان معاه إسناك بتاع خبز لزيز لزازة كده ما صبيعية لزازة رهيبة شديد تعالوا أوريكم الطريقة والمكونات اللي بستخدموا حجيب بطاطس وجزر دايما حكتر من البطاطس وحقلل من الجزر دجاج أو لحم المتوفر عندك وكمية حلوة من البصل لأنه البصل أصلاً بتقل الشوربة وبيدي الطعم الأصلي للشوربة حنجيب شوية حادقة زي مع لدتين بس من الزيت حنشوح فيه الدجاج حننزل عليه بالبصل حتقلبيه تقليبة يعني بس تحسينوا اللون نتغير حتنزل عليه بكمية البصل ممكن زي حبتين أو ثلاثة حبات من البصل إذا بصلك حجم صغير يعني بعد ذا حنفور الموية الموية لازم تكون سخنة حننزل بيهو في الشوربة حنزيد عليه البهارات بسيطة اللي هو ورق الغار لأنه بشي لينا أي مشاكل في الدجاج يعني حاجة كده بسيطة كم حبة من الهيل كزبرة وشمارة شمارة اللي هو كمون حقنا السوداني بيدي لشوربة طعم لذيذ شديد ونكهة قوية بعد ذا حننزل عليهو بيهو موية سخنة وحننخلي الشوربة على نار هادي منسافة طويلة عشان الشوربة لو علين عليهو النار ويعني ما بياخد ما بيطلع المزازة بتاعت الدجاج كله المرقب بتاعت الدجاج كله ما بتطلع منه وكمان النكهة بتاعت الخضار والبصل ما بيطلع منه شديد دا شكل الشوربة بعد ما خليته تقريبا اقلم زي نص ساعة عفون زي نص ساعة حسيت ان الشوربة خلاص ضبيط حلاص بعد ما الشوربة ضبيط حنزل عليهو بالخضار يعني الخضار نحن ما حننزل في شوربة من البداية لانه بتهرس يديد بعد ما تحسي ان الشوربة وصل للمستوى الانتي عاوزاه بعد ذا تنزل عليهو بالخضار والخضار ممكن تزيدي اللي هو بيكون الخضار المجمد بناسة البسلة والزورة والحديثة لكن احسن انك انت تكتفي بالبطاطس والجذر لانه هاته برضو قوية وطعمه حزد عليهو ثلاثة معالج من الشوفان ما حنكتر الشوفان لانه الشوفان بتقل شديد اذا انت حاب الشوربة تكون تقيلة زيدي الشوفان اذا عاوز قوامي يكون وسط خلاص بنكتفي على كده والهيل لازم نشيله عشان بعد ذا اللي عملينا مشاكل مع الناس ويناس ما بحبوا الهيل وخلاص دي كانت وصفة الشوربة اكيد اكيد الشوربة لو اصلا انت معتمدة في غداك على شوربة لازم نعمل معاه اسناك خبز او اي شيء انا هنا عملت لكم اسناك بسيط وظريف بتوم كمية حلوة من التوم معاه زبدة اذا عاوز تضيدي عليه زيتون اختياري بمزاجك يعني لو حابه ممكن بعد ذا هتضيب اي نوع خبز انا جبت الخبز النوع ده هتقطعيه بالشكل هوريكم الشكل الانتي اي نوع خبز عندك في البيت هتقطعيه بالشكل ده وحتمسحي على الخبز بل الخلطة اللي عملناه هو زبدة وكما ممكن تزيد عليه لبنة بديلة لبنة ممكن تزيد عليه جبنة البشر او جبنة مثلثات عادي بس بعد ذا هنمسح كل حبة من الخبز دي اللبنة بعد ما زيت عليه اللبنة هلخبوتهم كويس هتمسحي به الخبز بديوه يعني اسناك ده فيه طعم كده رهيب طعم كده خرافي وهو جريب لخبز التومية اللي بيقدمو في بيت زهد بكفهم في خبز عليه توم و زبدة بس هو زيه لكن الفكرة هنا في شوية اختلاف في اللبنة زيادة اللبنة والزبدة فيه طراوة بيكون في قرمشة و طراوة رهيبة زيت عليه مزاريلا وكما شوية من البكدونيس او كوزبرة الموجود عندك يعني تدخليه الفرون ما بياخد زمن اجلة من 15 دقيقة بيضبط معاك يعني ما تخليه كتير لانه الخبز بينشف شديد 15 دقيقة بيكفي فيهو جرم مشاء و نكحة رهيبة جدا بتمنى انه الفيديو عجبكم وما اكون طولت عليكم رسول الله